اهلا بكم مشاهدين في قضية الليلة اعلن مدير مشفى المواسات في دمشق ارتفاع اعداد المصابين بمرض التهاب الجيوب الفطري المخاطي الغازي الفطر الاسود في العاصمة دمشق وقال مدير المشفى ان حصيلة الاصابات ارتفعت الى 15 حالة مشيرا الى انه لم تسجل اي حالات وفات حتى اليوم نعم نور وفي السياق المتصل سجلت وزارة الصحة التابعة لحكومة النظام 14 حالة وفات و300 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال 24 ساعة الاخيرة من جانبه اعلن وزير الصحة في حكومة النظام حسن الغباش انه يتم العمل حاليا وفق الخطة باء وضمن الطاقة الاستيعابية الكاملة تقريبا في المستشفيات الفطر الاسود اسم اخاف العالم مرتبط بمصابين فيروس كورونا تزداد اعداد المصابين به في دمشق بعد اسابيع من وصوله اليها مدير مشفى المواساة في دمشق عصام الامين وخلال حديثا مع اذاعة محلية اكد ارتفاع اعداد المصابين بعيدا عن ارقام وزارة الصحة واحصائياتها بمرض التهاب الجيوب الفطري المخاطي الغازي المعروف بالفطر الاسود في العاصمة الى 15 دون تسجيل وفيات مطمئنا ان العمل يتم على علاج الاصابات بشكل مباشر او عن طريق اجراء عمليات جراحية دون تقديم تفاصيل اضافية الفطر الاسود نوع من عدوى نادرة جدا تنجم عن التعرض لعفن المخاط الذي يوجد عادة في التربة والنباتات والسماد الطبيعي والفواكه والخضروات المتحللة وقد تكون قاتلة خاصة لاصحاب الامراض المزمنة يضيف الفطر الاسود معاناة اخرى الى السوريين في مناطق سيطرة النظام حيث تعلن وزارة الصحة يوميا عن تسجيل اكثر من عشر وفيات بفيروس كورونا كما اضطرت حكومة النظام الى اتخاذ اجراءات اغلاق جزئي في طرطوس والاذقية للتخفيف من الضغط على المنظومة الطبية غير المجهزة اصلا يخشى السوريون من انتشار الفطر الاسود وتفشي فيروس كورونا اكثر وتزيد خشيتهم من ضعف المشاف التي لم تعد تستوعب اعداد الاصابات رغم قلتها بالمعدل العالمي وسط حديث عن عشرات الوفيات غير المسجلة يموت اصحابها ببطء في فيروس كورونا بعيدا عن ارقام وزارة الصحة واحصائياتها للحديث اكثر عن هذا الموضوع سينضب الينا الان مراسل تلفزيون سوريا من ريف حلب في عزاز تحديدا محمد نور تحية لك محمد وايضا منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا من جسر الشغور وايضا سينضب الينا الدكتور ايمان خسرف مؤسس مجموعة داويني للصحة الرقمية ينضب الينا من غازي عنتاب التركية تحية لكم جميعا البداية من عندك نور وتحديدا بريف حلب عزاز هل سجلت اي حالات من الفطر الاسود الاصابة بالفطر الاسود كما تعلم نعم عبدنا سأل خير لكم على جميع السادة المشاهدين فعليا هنا في هذه المنطقة في ريف حلب الشمالي والشمالي الشرق حتى هذه النحظة لم تسجل اي اصابة بالفطر الاسود ولكن هناك ارتفاع وتزايد في اعداد اصابات كورونا هذا هو الملحوظ حاليا في ريف حلب الشمالي والشرف اذا انتقل الى ريف ادلب مع مونير الحاجي يعني اصابات كورونا كيف هي اليوم وايضا هل تم تسجيل اي حالة من الفطر الاسود في المنطقة نعم نور مساء الخير يعني حقيقة الاصابات بالفطر الاسود كانت خلال الشهر الماضي عبارة عن اربع حالات تم اكتشافها وتم التوثق من ثلاث حالات منها بالاضافة الى ان حالة اخرى كانت قيد الدراسة لكن يعني في منطقة ادلب تم تسجيل يعني اصابات بهذا النوع من المرض وهو مرض معدي وقاتل وهو عبارة عن مرض من نوع الفطريات والفيروسات وتم تسجيل هذه الاصابات في منطقة ادلب اما عن اصابات فيروس كورونا فهي في ارتفاع مستمر لكن اعداد الاصابات يعني احيانا تنخفض وهذا ما يعني يكون مقروم بعدد التحاليل المخبرية التي يعني تجريها شبكة الانذار المبكر في اخر احصائية يعني مثلا كان هناك 422 اصابة تم تسجيلها يعني بعد ان قامت شبكة الانذار المبكر باخذ 277 تحليل مخبرية يعني ان نسبة الاصابات لم تتغير هي اكثر من 50% منذ يعني وصول الجائحة الى زروتها الحالية نسبة الاصابة يعني تتراوح ما بين 50 الى 60% بشكل يومي من ضمن مجمل عدد الاصابات بشكل يومي هناك تحذيرات يعني تم اطلاقها على مستوى المنظمات العاملة والاطباء والجهات المعنية ويعني كون الوضع الصحي بات متأزم بشكل كبير جدا كان من بينها منسق والاستجابة الذين يعني تحدثوا عن ارتفاع عدد الاصابات بشكل كبير وقالوا وتحدثوا بشكل خاص عن الاصابات ضمن المخيمات العشوائية التي يعني سجلت منذ وصول الجائحة الى زروتها الحالية زروة الجائحة الثانية اكثر من 8300 اصابة بفيروس كورونا ضمن المخيمات العشوائية منها 5300 اصابة حتى هذه اللحظة هي نشطة او يعني قيد النشاط وبحسب مناسق والاستجابة بانها ممكن ان تكون بؤرة لعودة الفيروس من بوابة المخيمات التي هي في الاساس يعني تفتقر لأدنى مقومات الصحة سواء التباعد الاجتماعي او حتى الاكتظاظ السكاني الكبير في المخيمات لسيما العشوائية منها ونالك يعني بعض الاصابات يعني حقيقة تتراوح ما بين يعني ال422 كانت خلال يعني اليوم السابق كانت 550 لكن في طبيعة الحال النسبة لم تتغير هي من ال50 الى ال60 في المئة بشكل يومي تسجل يوميا في منطقة النبو نعم بالعودة اليك محمد نور مراسل تفزيزيون سوريا بن عزاز يعني حبذا لو تخبرنا عن آخر الاحصائيات المسجلة للاصابة بفيروس كورونا في المنطقة نعم عبد حتى اليوم اليوم في ريف حلب الشمال الشرقي لا يتم الاعتماد على الاحصائيات بسبب التفشي الكبير لفيروس كورونا في المنطقة يعني بحسب الأطباء في هذه المنطقة فقد وصلنا الى المستوى الرابع اي اعلى مستوى وهو الاخطار يعني معظم المصابين الان هم في مراحل حرجة ولا يتم صراحة المشافي التي وصلت الى الطاقة الاستيعابية الكاملة لم تعد مقدورها استقبال المزيد من المصابين فعليا يتم التعامل فقط مع الحارلات الحرجة والحرجة جدا المصابين ذو العراض المتوسطة يتم الحجر عليهم في المنزل وهنا تكمن مشكلة اخرى مشكلة تأمين الاكسجين للمصابين يعني المشافي هنا هي بأمس الحاجة للاكسجين ولا يتأمن في الأمن السهل لذلك المصابين في المنازل يعانون ايضا من نقص الاكسجين وايضا عدم متابعة الاخطار لهم يعني المصابة الرابع الذين تحدث عنه هو انهيار منظومة الطبية امام العداد الكبيرة والهائلة للمصابين ومع كل ذلك صراحة حتى الآن لم يتم يعني لا يوجد الأهالي عدم نيتهم في أخذ اللقاح أو لا يوجد اقبال صراحة على مراكز لأخذ اللقاح وهذا ما صراحة يفاقم الوضع وينذر ربما تتفشى بشكل أكبر وأكبر في الأيام القادمة وقصوصا مع حلول الفصل الاشتفاء الذي ربما يعطي يكون الجو مناسب أكبر للفيروس لانتشار صراحة الأطفاء الناشد كل السلامة لأهلنا بالمنطقة بذي تشكرك محمد نور مراسلنا من إعزاز وأيضا بذي تشكر مراسلنا منير الحاجي من جسر الشغول وأيضا بيرجع رحب دكتور أيمن خصرف مؤسس مجموعة داويني للصحة الرقمية هو معنا مغازي عندها بالتركية يسعد مساكن جديد بداية ما هو الفطر الأسود علميا تحية طيبة لك ولكل السادة المشاهدين ولكل السوريين أينما يشاهدون طبعا هناك شائعة أن الفطر الأسود هي حالي لابد منها أن تكون تالية لكورونا أو للمتعافين من كورونا وهذا خطأ تم تسويقه بشكل غير مقصود عبر وسائل التواصل الاجتماعي الفطر الأسود هي حالي مرضي مسجلي منذ القدم منذ عام 1885 ازدادت حالات المسجلة بها في الهند عندما اشتاح الوباء بصورة كبيرة الهند من فترة 3 إلى 4 أشهر وما زالت حتى الآن هناك حالة نشاط في الفطر الأسود في الهند لكن لا يمكننا القول أنه وباء مثل وباء كورونا بل هو حالي مرضي يتسبب بها ما يدعى الفطر الأسود للأشخاص الذين يكون لديهم ضعف بالمناعة وهؤلاء إما أن يكونوا قد تعافوا من كورونا ومن أمراض أخرى أو لديهم أمراض مزمنة مثل مرض السكري أو ما شابه والذي يرافق معه نقص المناعة لكن ما الذي يحصل في كورونا أحيانا سوء العلاج وإعطاء الكورتزونات لمريض الكورونا لتخفيف هجمة السيتوكونات هذه تقوم بكبح جماح المناعة لدى المرضى الأصحاء أيضا فهذا يسبب أن يجعل الجسم بيئة مناسبة للإصابة بهذا الفطر هل هذا الفطر هو جديد مثل كورونا؟ لا أبدا هو موجود على شكل أبواغ فطرية في التربي في القمامة في المناطق المتعفنة ينتقل عبر الجروح وربما ينتقل أيضا عبر أقناعة الأكسجين إلى المريض الذي لديه نقص مناعة هو نوع من أنواع الأحياء الدقيقة الانتهازية يعني ينتهز الفرصة بحيث أن يكون الجسم ضعيف المناعة بعد التعافي من كورونا أو عند استخدام الكورتزونات أو لدى الأشخاص المصابين بضعف في المناعة ويدخل إليهم عبر الأنف وعبر الفم ويصيب اسمه التهاب جيوب الأنف المخاطئ الغازي المخاطئ لأنه يصيب الأغشية المخاطئة والغازي لأنه يغزو هذه الأغشية المخاطئة ويتمدد بسبب التمدد فتظهر لدينا هنا في هذه المنطقة والعين يصبح فيها أحمرار وأحيانا انتفاخ وهنا بشكل رئيسي على جانبي الأنف تظهر لدينا تبدأ المنطقة تصبح باللون الأسود وهي أنسجي متموتي نتيجة غزو هذا الفطر لهذه الأغشية المخاطئة تبدأ هنا تتضرر النهايات العصبية من الدماغ وربما العصب البصري أحيانا يتضرر وربما يفقد الإنسان بصره بسبب هذا الموضوع وأحيانا من الأعراض التي تصيب الإنسان هو تغير الحالة العقلية لأن تبدأ الفطور تغزي حتى هذه الأعصاب هذا الموضوع يتمدد إلى الدماغ وأحيانا يصيب الرئتين ويصيب المناطق الأغشية المخاطئة الفم والجيوب الأنفية طيب دكتور يعني ذكرت بأن الفطر الأسود هو مرض مستقل يعني ليس له علاقة بكورونا نعم ولكن تم الربط بينهما بطريقة وثيقة خلال السنتين الماضيتين هناك من يعتقد بأن الفطر الأسود هو نوع منهما ربما الكورونا ما وجه الربط لماذا تم الربط بينهما صديقي المشكلة الآن أنه نحن أمام يعني حتى الجهة التي كانت مخولة أن تعطي لكل هذا العالم المعلومات الطبية الصحيحة كانت ضحية لكورونا وهي من نظمة الصحة العالمية من اليوم الأول ترامب هاجمها وكانت هي الضحية الصراحة العالم تشتت وأصبح يأخذ المعلومة الطبية من أي مصدر يتاح له وكما تعلم الآن يعملون حسب النتش أو التسويق الإلكتروني فمثلا الفطر الأسود يتم بناء مقالة عليه يتم التعب عليها تسويقيا إلكترونيا عبر منصات السوشيال ميديا وتنتشر حتى أصبحت وسائل الإعلام الحقيقية والمرخصة أصبحت في مسابة وسائل الإعلام تطفئ حرائق ما نقوم به شائعات عبر السوشيال ميديا الفطر الأسود مرض سابق قبل كورونا وقبل كل هذا الموضوع وهو نوع من أنواع الأحياء الدقيقة التي يقال لها الفطور أما الكورونا فهو فيروس مثلا أنا اليوم أثناء تحضير الموضوع قرأت على أحد المواقع السورية التي يعتاد السوريين دخول إليها واستقاء المعلومات الطبية أن الفطر الأسود هي جراسين فطري وهذا خطأ علمي فادح نحن لا يوجد عندنا اهتمام بالصحافة الطبية ولم نبني منصة طبية يسق بها الجمهور ويأخذ منها معلوماته لذلك الفطر الأسود شيء مستقل وهو يصيب حتى الأشخاص الذين لديهم نقص مناعة حتى وإن لم يكونوا مصابين بكورونا نعم دكتور يعني كثير من المعلومات مغلوطة وأصبحنا فقط نقوم بنقد الشائعات يعني أصبحت مهمتنا أنه نقول للمريض هذا الكلام غير صحيح بيجي بيسألك اللقاح بموت بدأت قوله غير صحيح يعني عم نستهلك نحن كأطباء يمكن لازم نشويه فقط لأطفاء الحرائق التي تسق معنا يجب أن نشويه من خلال التقارير أو حتى من خلال المقالات طيب دكتور يعني الفطر الأسود ينتقل عبر العدوى من إنسان لإنسان نعم لا ينتقل عبر العدوى هو أبواغ فطرية عبارة عن أبواغ فطرية موجودة في التربة بشكل طبيعي الآن هي موجودة في التربة لكن الإنسان الضعيف المناعة معرض للجروح أو الإنسان اللي لديه كورونا ويأخذ كورتيزونات بصورة كتير كبيرة وهذه الكورتيزونات ترفع السكر أيضا بالدم بصير أنه بترتفع الحديد وبينقص الأكسجي وكل هذه البيئة ملائمة جدا لنمو الفطر الأسود إذا جاء من التربي ودخل إلى الإنسان عبر الأنف والفم حصرا لا ينتقل من إنسان لإنسان حتى لو معي إنسان أنا أمامي مصاب بالفطر الأسود إذا تعاملت معه بشكل طبيعي كطبيب مع مريض لا ينتقل إليه أبدا طيب يعني أنا شفت كمان شائعة عامة بعرف صح أكيد أنت رح تصححنا إذا كانت خاطئة بيقولوا أنه الفطر الأسود واحد ما بيقدر يكتشفه إلا بعد ما بيكون كتير استهلك من جسده ومن صحته هل صحيح هذا الكلام؟ وهل في مثلا إشارات بدلنا أنه هذا الشخص بالبداية مريض بهذا الفطر؟ نعم أختي الفطر الأسود عندما يصيب الإنسان بيصير معه حالات من الصداع إحمرار العين بدء تورم يتحول لون إلى الأسود عندما يتحول لون إلى الأسود هون تكون الأنسجي خلاص تموته فهون نحن أمام حل جراحي وهي استقصال هذه الأنسجي المتموتي المشكلة أنه المريض حتى في الهند حتى في البلدان المتقدمة أحيانا ما بيشعر بالمشكلة بيراجع في المستشفى إلا بعد ما يكون انتشر الفطر في أنسجي متعدد من الوجه ويصيب الأعصاب هنا نكون أمام حالة استقصال هذه الأنسجي جراحيا هنا يقال عنه طبيا انزار المرض انزار المرض سيء ف54% ممن يصاب بالفطر الأسود مصيرهم الموت حتى وإن تم استقصال هذه الأنسجي وتوفر الدواء المناسب الدواء المناسب هو الأنفوطريسين فمثلا الهند التي هي مصنعة للأنفوطريسين عندما هاجمها كانت زروت وباء بصورة كبيرة وتواصلت معها أو تزامت معها حالات من الفطر الأسود لم تستطع تغطية حاجتها من الأنفوطريسين الآن بجزء إذا بتفتل الشمال المحرر كله ما بتلاقي علبة الأنفوطريسين فالمشكلة وصول المريض بحال متأخرة ومتقدمة إلى المستشفى فطنة العامل الصحة بأنه ممكن يكون في فطر أسود توصلنا إلى مراحل متقدمة قد نستدعي أحيانا حتى استقصال العين وحتى استقصال الحنجرة يعني شيء ربما يشبه السرطانيات دكتور يعني فينا نشبه الموضوع بهذه الطريقة لا هو اسمه الالتهاب الجيوب الأنف الغشائي المخاطئ الغازي لأنه يغزو الأنسجة يغزو الأنسجة وحتى لو صلنا الأنسجة المسودة يجب أن تستمر المعالجة بالأنفوطريسين جرعة الأنفوطريسين الواحدة 50 دولار فنحن ممكن يضطر المريض يأخذها لمدة 3 أشهر فكل يوم بده جرعة 50 دولار 50 دولار هذا شيء أصبح يعني مستحيل يعني لا يمكن أحد يتحمل عبقه لا ضائل جدا طبعا هذا إن توفرة مادي يعني الآن نحن بعد كورونا أصبح لدينا خلل في اللوجستيات وسلسلة التوريد حول العالم بصورة كبيرة مدء من اللقاحات إلى الأدوية إلى ما شابه وكل هذا يعني يزيد الطيم بل لموضوع الشائعات عبر الإنترنت وخاصة أنه كل متعافة سيصاب بالفطر الأسود ويجب أن نفرق بين هاتين الحالتين الفطر الأسود انتشر بصورة كبيرة عند المرضى المصابين بكورونا والتي اعتمد فيها الأطباء بصورة كبيرة على الكورتزون والأشخاص أيضا هناك أشخاص سمعوا بأن الكورتزون مفيد فبدأوا يعالجون أنفسهم بالمنزل بالكورتزون الكورتزون يرفع السكر بالدم رفع السكر بالدم مع الكورتزون مع إنقاص المناعة بسبب الكورتزون وبسبب التعافي من كورونا بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الحديد في الدم ونقص الأكسجين هذا كله يحصل مع مريض الكورونا هذه بيئة مناسبة جدا لنمو الفطر الأسود في الجسم الفطر الأسود موجود بشكل طبيعي في الأتربة وفي الأغذية المتحللة والمتعفنة يلزمه فقط وسط مناسبة يعني يلزمه فقط فتيل لإشعاله في الجسم وهو ليس الوحيد الفطر الأسود الآن هناك الفطر الأبيض والأصفر أيضا يصيبون من أخرى بالسبب مثل ما قلنا هو نقص المناعة الغالب الله يعني فاجأتنا أنه أكثر من نوع فطر والأصفر طيب شو الفرق بينهم مع أنه ذكرت السيرة وذكرتها حتى ظهرت الفرق بين الأعراض والمسببات وطرق العلاج الفطر الأسود هو أسوأهم على الإطلاق الهند سجلت الفطر الأصفر إصابة إنسانية بعد أن كانت فقط تصيب الحيوانات لكن الفطر الأصفر يصيب المناطق سيئة النظافة بصورة كبيرة يعني اللي ما فيها نظافة أبدا أصابت سجلت هذه الحالات وكانت طبعا يعني حالي كتير غايفي الغرابي أنه دخل إلى الإنسان نعم دكتور يعني لو تحدثنا عن العوامل المساعدة على انتشار هذا المرض يعني اليوم مشفى المواساة يعلن ارتفاع الإصابات بهذا المرض إلى 15 حالة ما هي أسباب هذا الارتفاع بحسب تقديراتك ارتفاع عدد الحالات هلأ إذا ناقشناه لحاله هيك لحاله هو نقص المناعة أي مرض يسبب نقص المناعة مع مريض سكري مثلا مع مثل ما قلنا الأجوان الماسمة لكن المشكلة الآن في كورونا وفي خطة العلاج السيئة التي يتم اتباعها من قبل بعض العاملين في المجال الصحي وهي الاعتماد على الكورتزونات أحيانا حتى الآن يعتمدون على الكورتزون بعلاج مشكلة فقد حاسة الشم بعد التعافي ويتم استخدامه بصورة مفصلة عن رأي الطبيب الكورتزون يخفض المناعة ويرفع السكر وهذه أشياء تسبب بيئة مناسبة لنمو أو دخول الفترة الأسود المشكلة أنه نحن خلال هذه الفترة السابقة وهي مشكلة عالمية وليست فقط في سوريا أن المريض تعود يشاهد من التلفزيون أو المشاهد تعود يشاهد من التلفزيون الأخبار والسياسي والرياضة والدراما فجأة قامت وسائل الإعلام بإعطاء برامج صحية بصورة كبيرة وأصبح صار في جرعة أوفر من التسقيف الصحي ومنها الصحيح ومنها الخاطئ والآن فيما مثلا مواقع أو صفحات تواصل الاجتماعي عم تعطي معلومات مجدا خاطئة فقط تتحقق أنك وأسماء أدوية أحيانا صعب يصير الشخص هو دكتور نفسه يعني وأحيانا أسماء أدوية تماما هذه مشاكل يعني تؤدي الآن قناع الأكسجين يسبب نقل الفطر الأسود بين الناس مثلا أنا الآن في حالة حاجة للأكسجين وقناع الأكسجين هذا يجب أن نقوم بتعقيمه بصورة صحيحة مئة بالمئة قبل أن نستخدمه لها مريض آخر لأنه هذا قناع الأكسجين إذا وأنا عب بنقله أو جرة الأكسجين نفسه وأنا عب بنقله توسخت بالأتربي أو نقلت أنا بالهيونداي لنفسها عبتنقل طراب أو عبتنقل خضار أو فواكه ودخلت لها مريض أصلا هو عنده الكوفيد مهاجم الرئاتين تبعيته فهو دايركت عنده مشكلة نقص مناعة ربما هذا وجه ربط دكتور ربما هذا وجه ربط بين الكورونا والفطر الأسواد يعني تمام أنا شلت الأبواغ الفطرية تبعيت الفطر الأسواد وعطيته إياها لمريض كورونا لذلك يجب أن ننتبه إلى هذا الموضوع هو بالأساس ضعيف أقل تقدير غسيل جرة الأكسجين غسيل جرة الأكسجين التي يتم نقلة بالماء والصابون وتعقيم مسح بالكحول إن شاء الله القناع بشكل هيكي بس يعني أنه أعمل إلى لي والباقي على رب العالم طيب في أكثر من نقطة يعني دكتور انتقدت يعني استخدام الكورتيزون في علاج الفطر الأسود لأنه يرفع السكر كما قلت في الجسم ما هو العلاج المناسب للفطر الأسود بحسب ما تعرف أو القطوات عفوا الكورتيزون ليس لعلاج الفطر الأسود الكورتيزون يتم استخدامه عند المرضى اللي عم تطور عندهم حالة الكورونا بسبب الهجم الشرسي من جهاز المناعي تجاه فيروس كورونا فبيعطوا الكورتيزونات لكبح المناعة طيب سأعود صيغط السؤال مرة أخرى دكتور ما هو العلاج المناسب للفطر الأسود الأنفطريسين بي الأنفطريسين بي هو صاد حيوي متخصص أو خصوصي للفطور مثل الفطر الأسود وغيره الجرعة الواحدة سمنها 50 دولار وبالفطر الأسود قد يتطلب للمريض أن يضال ثلاث أسابيع عم يأخذ جرعة يومية علاج الفطر الأسود هو الأنفطريسين بي زائد الاستقصال الجراحي يعني المنطقة اللي دخل عليها الفطر الأسود وخلص هذه الأنسجة تموتت لازم نستأصلها وربما تكون العين وربما تكون الأنف وطبعا مما زاد انتشار موضوع الفطر الأسود هو الشك بأن الممثل سمير غانم المصري بعد إصابته بكورونا أنه توفي بالفطر الأسود فأصبحت الناس عم تبحث أكتر عن الفطر الأسود وصارت معلومات أكتر وتخوفت أكتر يعني فيه سياسة بس الرعب عن طريق السوشيال ميديا وهذه هي خاطئة يجب استخدامة إلى حد معين بعدها تصبح خاطئة دكتور ذكرت مني شوي أنه يحتاج المريض الفطر الأسود لجرعة يومية ممكن تبدأ من 6 أسابيع ممكن 3 شهور وهي 50 دولار يعني ليست بالقليلة ذكرت أيضا أنه بالشمال السوري غير متوفر هذا الدواء ماذا عن مناطق النظام هل هي متوفرة بعد هذا الإعلان عن 15 حالة مصابة بالفطر الأسود الصراحة لا أعلم حتى ما أجاوب جواب صحيح أو خاطئ لكن كما تعلمين الآن لدينا مشكلة مو بس في سوريا بكل دول العالم حتى اللي ما عليها أي مشاكل في الاستيراد والتصدير هناك الآن غلاء أسعار اللوجستيات وسلاسل التوريد والإمداد والتصدير وبتعرفي يعني كيف الناس يعني حتى دول متقدمة صاروا يتآتلوا على شحنة ماسكات وحتى الأمم المتحدة يوميا بتقول أنه لازم نحن نوزع اللقاح بشكل متعادل فما بالك لو أنه الآن شعروا ولو بيعني هلأت أنه نحن بحاجة للأمفوتريسين كل واحد رح يصير عنده أمفوتريسين يخفي على جنب صح فأتمنى أنه لا نصل إلى هذه الحالة حتى ما نشوف ناس عم تعلم أكثر من الشيء اللي نحن عم نشوفه مثل ما ذكرنا مش المواسعة ذكرت أنه في 15 حالة تقريبا من شعر نحن أيضا تناولنا أنه كان فيه خمس حالات اليوم ارتفعت لـ 15 برأيك هاي الأرقام هي شفافة ولا العدد أكثر من هيك لكن هو عم يصدر هاي الأمور للعالم مشال ما يخافوا وأيضا في حال كان كلامه صحيح 15 هل الرقم مخيف ولا لا الموضوع طبيعي نعم إذا أخذنا نسبي وتناسب بالنسبة لإصابات الهند يعني نعتبر أنه الهند عنده شفافية أكبر إذا أخذنا نسبي وتناسب هذا الـ 15 موك رقم كبير ولا رقم أليل إنما يشير هذا الرقم بأي حال من أحواله إلى سوء القطاع الصحي بصورة كبيرة فهو مؤشر عالي على أنه لدينا مشكلة حقيقية في القطاع الطب يعني هذا ما يدل هذا القطاع طيب دكتور ذكرت يعني بأنه الاستقصار ربما هو أحد أوجه العلاج التي تتم لمريض الفطر الأسود في الوجه ربما العين كما قلت أين تتركز الإصابات؟ هل فقط في الوجه تتركز الإصابات؟ أم ربما تصيب مناطق أخرى من الجسم؟ هو اسمه التهاب الجيوب الأنفية المخاطر الغشاء يدخل من مخاطية الأنف والفم إلى الرئتين فأول ما يبدأ تأثيراته هو يغزو الأنسجي المحيطة بهذه المنطقة فنحن لو وصلنا لمرحل أنه أصبحت هذه الأنسجي سوداء يعني متموتي ويجي باستقصاله فربما يكون هذا الفطر قد غزى مناطق أخرى ربما يكون غزى الدماغ ربما يكون غزى الرئتين وأحيانا نضطر حتى إلى استقصال الفك السفلي بصورة كاملة وفي مرضى تم استقصال الفك السفلي بصورة كاملة وكملوا حياتهم طبعا بعد العلاج بعد أنفوترويسين وتم وقفت يعني خلاص وقف معت غزى أنسجي أخرى وبالتالي نحن أمام حالي يغزو كل شيء في طريقه نعم طيب دكتور يعني أيضا شفت أحلى التعليقات على السوشيال ميديا عم يقولوا يعني بجروب نسا عم يقولوا أنه حتى لما أنت بتحط دبس البندورة بالبرات تفتحها يعني أحيانا بنلاقي أنه تشكل الطبقة من العفن هل ممكن أنه هاي الطبقة في حال شننا هاي الطبقة واستخدمنا الطبقة اللي تحتها ممكن تنقل هذا الفطر هلا مشكلتنا نحن بدأت مع الخل والعسل غرغرت الحنجرة وانتقلنا إلى رب البندورة وغيره يعني ليش أنا حتى توصل لمرحلة أنه أخذ رب البندورة وشيله وهي الفطر هذا كلام غير صحيح نهائيا طالما رب البندورة وحطيناه وطبخناه وعرضناه للنار خلص الأبواغ الفطرية اللي فيه ماتت يعني ما لازم أنا أعقد حالي بزيادة تطبيل يعني وخوف نفسي له الدرجة يعني أبواغ الفطر الأسود موجودة في التربي عندما تدخل بشكل مثل ما هي وتدخل عن طريق جرح أو عن طريق أكشي مخاطيه هون تشتغل شغلة أما أنا إذا جبت نفسها هاي التربي وسخنت نفسها حتى الأبواغ الفطرية رح تموت فما في داعي أنا أعقد على نفس الأمور يعني كمامي وأخذ لقاح تحل كل المشكلة ما في داعي كل هالأمور ولا تعالج نفسك بنفسك بالكورتيزون والبيت أكيد أكيد طيب دكتور يعني إذا ردنا هيك نعطي مجموعة نصائح كما تعلم الوقاية خير من العلاج مجموعة نصائح ليه الوقاية من الفطر الأسود يعني سأتكلم عن المسبب الذي أتى بالفطر الأسود وهو الكورونا نتكلم عنها وربما نداري أنفسنا من موضوع الفطر الأسود أنا أعمل في الشمال السورية منذ ثلاث سنوات أسبوعيا بروح نهنيك وبرجع إن لم تكن متأكد من معلومتك لا تحكي الناس يعني أنا بيستخدم المواصلات العامة في سوريا مش هنأحتق بالناس وإسمعون فحتى الآن حتى هذه اللحظة يعني الناس عم تموت على قارعة الطريق بتضبط مثل ما نعم بحكي حتى الآن بيطلع واحد بيقول لك يا أخي صلي عن النبي ما في كورونا شو هل حكي أنا ما أخذت الله بفرح سألت المدرمين وقال لي اللقاح بموت واللقاح كذا وغيره 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 أخي إذا ما نقتنع ما ضروري تنقل أفكارك لغيرة خلي الناس تتلقح وغيره نحن الآن في الشمال السوري بوضع مأساوي بكل ما تعني الكلمة الأسرة بحالي شبه كامل المنافس بشكل شبه كامل كما تعلمون تم إيقاف تحويل المرضى من سوريا إلى تركيا الناس عم تدور يعني أصبح كثير هناك في مبادرات فردية وإنسانية على السوشيال ميديا بإدلب أو بالشمال السوري عن موضوع تبادل جرات الأكسجين وتأمين الأكسجين رجاءنا اللي يعني ما نقتنع في كورونا يمكن هي الحاجة الموجودة بالشمال السوري يمكن أدت لهذا الموضوع لكن يعني إحنا فينا نعقم مثل ما ذكرت بالكحول أو حتى بغسلة حتى نحمي أنفسنا من هذا الموضوع أكيد نور ويبقى الوعي أكيد ويعني ثقاء المعلومات الطبية من مصادرها يعني الأساسية يبقى هو يعني العامل الأساسي في تجنب هذه الأمراض كل الشكر لك دكتور أيمن خسرف نعم تفضل ستقول شيء سريعا تفضل شكرا لكم لا هو يعني بهذا الوقت يعني لم يعود هناك مجال لأنه نبني المنصة التي تعطي المعلومات الطبية فقط أتمنى من الجميع التباع والتخفيف الأعراس والحفلات والتجمعات عدم الحديث عن أن كورونا مؤمر أغير نحن في وضع مزرع ويجب أن نخرج منه كل الشكر لك دكتور أيمن خسرف مؤسس مجموعة داويني للصحة الرقمية كنت معنا من غازي عنتاب التركية شكرا لحد أفتاك شكرا للمشاهدة